اشتركوا في القناة حيث الإزاحة X بالأمتار حدد ما يأتي بالاهتزازة ألف السعة بداية نقارن المعادلة المعطاة في السؤال بمعادلة الإزاحة الأصلية ثم نستطيع استخراج المعطيات المطلوبة فالمعادلة الأصلية هي X تساوي X not sine omega t والمعادلة المعطاة في السؤال X تساوي 3.0 في عشرة السالب أربعة sine 240 by t وبالتالي تكون السعة X not تساوي 3.0 في عشرة السالب أربعة متر با التردد من المعادلة فإن أوميغا تساوي 240 by ولإيجاد التردد نستخدم معادلة التردد الزاوي أوميغا تساوي 2 by F ومنها فإن التردد F يساوي أوميغا تقسيم 2 by ثم بعد التعويض نحصل على التردد يساوي 120 هيرتز جيم الزمن الدوري من قانون الزمن الدوري T يساوي 1 على F وبالتعويض نحصل على الزمن الدوري يساوي 8.3 في عشرة السالب ثلاثة ثانية 15 عربة مربوطة بزنبركين وفي حالة سكون سحبت بمقدار 0.15 متر إلى أحد الجانبين وعندما كان الزمن T يساوي 0 حررت بحيث تتحرك إلى الخلف وإلى الأمام بحركة توافقية بسيطة إذا علمت أن زمنها الدوري 2.02 ألف أكتب معادلة الإزاحة X بالنسبة إلى الزمن T افترض أن الحركة لم تتخامد بواسطة قوة الاحتكاك الصيغة العامة لمعادلة الإزاحة هي X تساوي X not sine omega T إذن نحتاج إلى قيمة السعة X not تساوي 0.15 متر ونحتاج أيضا إلى قيمة التردد الزاوي omega حيث نقوم بحسابه من القانون omega يساوي 2π على T وبالتعويض عن الزمن الدوري 2 إذن نحصل على أوميغا تساوي باي راديا في الثانية والسالب واحد وبما أن الجسم بدأ اهتزازه من أعلى قيمة إذن نغير الكوساين مكان الساين فتصبح المعادلة X تساوي 0.15 كوساين باي T با أرسم التمثيل البياني للإزاحة والزمن لإظهار دورتين للحركة ما إعطاء قيم عندما يكون ذلك ملائما نرسم المنحنة حيث نبين أقصى إزاحة وهي 0.15 وزمن اهتزازة واحدة وهو 2 ثانية أي زمن اهتزازتين يساوي 4 ثواني فنرسم المنحنة بهذا الشكل 16 تتحرك كتلة مربوطة في نهاية زنبرك بحركة توافقية بسيطة بتردد 1.4 هيرتز ألف أكتب معادلة التسارع بالصيغة A تساوي سالب أوميغا تربيع X في البداية نحسب التردد الزاوي من المعادلة أوميغا تساوي 2 باي F وبالتعويض عن التردد F 1.4 نحصل على قيمة أوميغا تساوي 8.8 راديا في الثانية والسالب 1 ثم نكتب معادلة التسارع اللي تصبح A تساوي سالب 8.8 تربيع X وعند تربيع القيمة تصبح A تساوي سالب 77 X باء احسب تسارع الكتلة عندما تكون إزاحتها 0.050 متر عن موضع توازنها نعوض قيمة الإزاحة في المعادلة A تساوي سالب 77 X التي أوجدناها في السؤال ألف فتصبح A تساوي سالب 77 ضرب الإزاحة X 0.050 نحصل على الناتج سالب 3.9 متر في الثانية والسالب 2 17 يهتز بندول قصير بحركة توافقية بسيطة بحيث يكون تسارع A بوحدة متر في الثانية والسالب 2 مرتبط بالإزاحة X بوحدة المتر من خلال المعادلة A تساوي سالب 300 X احسب تردد الاهتزازات معادلة التسارع المرتبطة بالإزاحة A تساوي سالب أوميغا تربيع X نقارنها بالمعادلة المعطاة A تساوي سالب 300 X إذن أوميغا تربيع تساوي 300 وبأخذ الجذر تصبح أوميغا تساوي 17.3 ثم نعوض عن التردد الزاوي أوميغا بمعادلتها فأوميغا تساوي 2 باي F إذن 2 باي F راح يساوي 17.3 وليجاد التردد F نقسم 17.3 تقسيم 2 باي لنحصل على التردد F يساوي 2.8 هيرتز 18 يتأرجح بندول ساعة من جانب إلى آخر في 1.02 إذا علمت أن سعة الاهتزازة معشر سنتيمتر ألف احسب واحد الزمن الدوري لحركته الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة والاهتزازة الكاملة هي حركة الجسم من نقطة معينة إلى أن يعود إليها في نفس الاتجاه ومن السؤال فإن البندول يتحرك من جانب إلى آخر في زمن مقداره 1.02 وهذه تعتبر نصف اهتزازة مما يعني أنها تعود في نفس الزمن وهو واحد ثانية لتكمل اهتزازة كاملة فيساوي الزمن الدوري في هذه الحالة 2.02 التردد من قانون التردد F يساوي 1 على T نحصل على التردد يساوي 0.50 هيرتز ثلاثة التردد الزاوي من قانون التردد الزاوي أوميغا تساوي 2 باي F وبالتعويض عن التردد F 0.50 نحصل على التردد الزاوي أوميغا تساوي باي راديا في الثانية والسالب واحد أو 3.14 راديا في الثانية والسالب واحد با اكتب معادلة التسارع بالصيغة A تساوي سالب أوميغا تربيع X نعوض قيمة التردد الزاوي أوميغا تساوي باي في المعادلة فتصبح معادلة التسارع A تساوي سالب 3.14 تربيع X ثم عند إجراء التربيع نحصل على أن التسارع A يساوي سالب 9.87 X جيم احسب السرعة العظمى لكرة البندول نستخدم قانون السرعة العظمى V 0 تساوي أوميغا X 0 ثم نقوم بالتعويض التردد الزاوي أوميغا 3.14 ضرب السعة X 0 12 نحصل على السرعة العظمى تساوي تقريبا 38 سنتمتر في الثانية والسالب واحد دال احسب سرعة كرة البندول عندما تكون إزاحتها 6 سنتمتر نستخدم قانون حساب السرعة عند أي إزاحة V تساوي أوميغا الجذر الكلي لـ X 0 تربيع ناقص X تربيع ثم نقوم بالتعويض لنحصل على السرعة تقريبا تساوي 33 سنتمتر في الثانية والسالب واحد 19 عربة كتلتها M مثبتة في نهاية زنبرك طرفه الآخر مثبت بجدار رأسي يمكن ضغط الزنبرك وشده للزنبرك ثابت K تتحرك العربة على طاولة أفقية ملساة وتهتز عندما تزاح عن موضع اتزانها ألف بين أن حركة العربة المهتزة هي حركة توافقية بسيطة في حالة حركة العربة فإن القوة تتناسب طرديا مع الإزاحة وفي عكس اتجاهها ب أثبت أن الزمن الدوري T للعربة يعطى بالمعادلة T تساوي 2 باي الجذر M على K من قانون التسارع A تساوي F على M ومن استخدامنا لقانون قوة الإرجاع أو قانون هوك F تساوي سالب KX نعوض قانون قوة الإرجاع في قانون التسارع فيصبح التسارع A يساوي سالب KX على M وأيضا يوجد قانون للتسارع A يساوي سالب أوميغا تربيع X وبتعويضه في معادلة التسارع العلوية تصبح المعادلة سالب أوميغا تربيع X تساوي سالب KX على M نلغي X من الطرفين والإشارة السالبة فتصبح المعادلة تساوي أوميغا تربيع تساوي K على M ثم نأخذ الجذر التربيعي لإزالة التربيع من الأوميغا فتصبح المعادلة أوميغا تساوي الجذر K على M ثم بأخذ قانون الزمن الدوري تي يساوي 2 باي على أوميغا ونعوض قيمة الأوميغا في القانون فيصبح قانون الزمن الدوري تي يساوي 2 باي تقسيم الجذر K على M وعندما نرفع المقام إلى البسط نقلب البسط والمقام فتصبح المعادلة تي تساوي 2 باي الجذر M على K وهو المطلوب إثباته ترجمة نانسي قنقر